يلجأ الكثير من الافارقة للهجرة غير الشرعية الى اليمن عبر البحر للبحث عن فرصة عمل ومنهم من يتخذها محطة عبور الى احدى دول الخليج المصير في تلك الرحلة لم يعد بالمجهول فهم تحت مجهر توليه ميليشيا الحوث الانقلابية عناية كبيرة لرصد تحركاتهم واماكن سكنهم ليسهل امر دمجهم في معسكراتها الصيفية ومن ثم التجنيد في صفوفها الاجرامية هذا ما كشفته تقارير حقوقية اكدت توجه ميليشيا الحوث الى تجنيد اطفال العائلات الافريقية المهاجرة عبر الزج بهم في مخيماتها الصيفية في صنعاء بغرض استغلالهم بعد ذلك لاقحامهم في القتال ضمن صفوفها في الجبهات واكدت التقارير الحقوقية اقدام عناصر من ميليشيا الحوث على شن حملات مداهمة على الحارات التي يقطن فيها الافارقة وترهيب عائلات الاطفال وتهديدهم لاعتراضهم على تجنيد ابنائهم في صفوف الميليشيات التقارير ذكرت ان عائلات صومالية واثيوبية تعرضت لعمليات ترويع وابتزاز من قبل الميليشيات لاجبارهم على تجنيد ابنائهم للقتال معها وافادت بان الميليشيات تعمل من خلال الحاق الاطفال الافارقة بمخيماتها الصيفية على غسل ادمغتهم واقناعهم بوجوب القتال معهم مستغلة الوضع الانساني السيء الذي يعيش هنا وقالت التقارير ان تجنيد الاطفال الافارقة يكشف حجم الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي علنا بحق الطفولة والتي طالت اخيرا الاطفال الافارقة منتهكة حقوق الانسان والطفولة التي كفلتها القوانين الدولية ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الانسانية الاممية الى التدخل العاجل وانقاذ الاطفال من الهلاك في معارك ميليشيا الحوثي العبثية واعادتهم الى اسرهم ورعايتهم واتخاذ اجراءات رادعة على قيادات الميليشيات لاجبارها على وقف انتهاكاتها بحق الانسانية